موسيقى المجزل الإخبارين قدمه من قناة ديموان والبداية بالتعليم العالي والجامعة الجزائرية حيث أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كامال باداري عن إنشاء 115 ورشة لتكوين طلبة في أبجديات المصرح بمرافقة وزارة الثقافة والفنون وفي كلمة له صرح أن المصرح في رحاب الجامعة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية الذي يجعل من الفنون تسكن في عقول المجتمع الجزائري حتى يبنى مجتمع مثقف ومتعلم إلى موضوع الإعلام حيث قال وزير الاتصال محمد العقاب إن الإعلام الجزائري لا يمتلك صحافة متخصصة في مجال المحروقات رغم طبيعة البلد كمنتج للبترول والغاز وفي كلمة له خلال ندوة التكوينية الموجهة للصحفيين المكلفين بتغطية ندوة منتدى الدول المصدرة للغاز في أواخر شهر فيفري أكد العقاب أن التكوين حق لكل صحفية إلى أخبار العدالة والقضاء حيث كشف وزير العدل حافظ الأختام حبد الراشد طبي أن جديد مشروع قانون المعدل المتضمن قانون العقوبات يتمثل في إدراج التسول بالأطفال في إطار جماعة جرامية منظمة حيث يقترح مشروع القانون عقوبة الحبس من 5 إلى 10 سنوات كاملة نختتم بموضوع البنوك حيث كشف بنك الجزائر أن ودائع الصيرفة الإسلامية بلغت 623 مليار دينار حتى نهاية جوان 2023 وتم جمعها في 47 بنكا متخصصة إلى هنا مشاهدين الأفاضل نصل إلى نهاية الموجز الإخباري تمتم في أمل الله